ليلة النصف من شعبان على عادة الوهبية كلما اجتمع الناس على ذكر الله يقولوا عليها بدعة فنعمة البدعة ذكر الله ايه امت بقى؟ فاذا اجتمعنا على ذكر الله فنعمة البدعة ايه؟ كويس؟ وليلة النصف من شعبان المشكلة ان وردت فيها احاديث ضعيفة بس من طرق كثيرة ومذهب الوهبية اذا ضعف الحديث لا يعمل به ومذهب الامة الحديث الضعيف يعمل به في فضاء الاعمال ويعمل به في المناقب ويعمل به حتى في الاحكام ان كان لا يخالف ما هو الصحيح ان لم يكن في الباب غيره حتى في الاحكام واذا الاستقر عليه الامة المسلمين على مرة العصور ولذا اهتموا بالحديث الضعيف كما اهتموا بالحديث الحسن والحديث الصحيح لأن كونه ضعيف ليس معناه ليس حديثا حديث ضعيف معناه ليس حديثا بل حديث ضعف ثبوته فيحتاج تقويته بأننا نشوف الطرق الكثيرة وقال ووفاق الصحيح أم خالفه فإن خالف الصحيح نسميه منكر وما نبصش عليه وإن وافق الصحيح أو جاء وليس في الباب غيره وجاء من طرق عديدة فيجوز الأخذ به في كثير من الفضائل والمناقب بل كان يأخذ الإمام أبو حنيفة في مذهبه بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس الجلي إلى هذه الدرجة ويبقى الحديث الضعيف ليس مهمل عند المسلمين اللي طلع بدعة إهماله الألباني ووفقه بعد ذلك من الجماعة الوهبية لأنه مذهب شاز يتبع كل شاز فدي مشكلتهم وعندنا هو جايب لك أنا كم مصنف كده اللي قدرت ألاقيهم بسرعة في فضاء ليلة النصف من شعبان ده للمل علي القاري مألفه ومتوفه في سنة 2014 هجرية قبل الفكر الوهابي ما يظهر كويس وبعدين ده كتاب إحكام إحياء ليلة النصف من شعبان عملها السيد محمد زكي الدين إبراهيم في العشيرة المحمدية رحمه الله وهو من كبار علماء الأزهر ومن كبار علماء أولياء عصري وكان معاصل للسيد عبد الله صديق الغماري وده كتاب حسن البيان في ليلة النصف من شعبان تأليف شيخنا السيد عبد الله صديق الغماري عشان تعرف إن الأمة يعني إيه ما أهملتش هذه الليلة يعني كما يظن هؤلاء الجهل وبعدين يقول لك الصيام بتاعها ما وردش طبقية دي مش ليلة النصف نهرها 15 شعبان وعندين رسول صلى الله عليه وسلم بيسنى لنا صيام اللي يعمل بيد 13 و15 و15 يقول لك ما وردش ما وردش إزاي 15 شعبان مش في اللي يعمل بيد ولا دي يمسودة عليهم حاجة غريبة يعني عشان تعرف بس إن أمة إيه حتى في طريقة يعني استنبطهم للأحكام أصحاب هواء فهمت لكن خليك أنت راجل كده إيه يعني محايد واحد بيصوم يوم 15 في الشهر العرب ورد ولا ما وردش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنى لنا صيام 13 و15 من كل الشهر العربية مع هذا 13 بتاع أيام منا بس أيام التشريق عشان هيبقى عيد هيبقى عندنا يوم النحر يوم عشرة وعندنا يوم 11 أول يوم من أيام التشريق وعندنا 12 أول يوم تاني يوم من أيام التشريق و13 زو الحجة ثالث يوم من أيام التشريق فلا يصم 13 زو الحجة عشان موافق للعيد لكن تصم 14 زو حجة و15 زو حجة فهمت وبالتالي أي 15 في أي شعل عربي يسن صيام مطلقا كده فهمت فهنيجي إيه نشوف هناخد بعض مكتطفات كده من هذا الكتاب اللطيف للسيد عبد الله يقول وقد اشتهر فضل هذه الليلة قديما عند الناس يقصد الناس اللهم من المسلمين ولا حتى يبقى انتشر فضل هذه الليلة عند اليهود يعني ولا عند الامريكان يبقى ما يقول عند الناس لفظ عام يرد به المسلمين فهمت يبقى الناس لفظ عام يرد به ايه يرد به الخصوص غالبا وقد اشتعر فضل هذه الليلة قديما عند الناس فكانوا يحيونها بالعبادة والذكر والدعاء وإن اختلفوا في صفة إحيائها هل يكون جماعة أو فرادة وهل يكون في المسجد أو في البيت وهل تخصصها بشيء زائد من العبادة على سائر الليلة بدعة أو غير بدعة ذهب إلى كل من هذه الأقوال قائل ورجح ما ذهب إليه بما تأسر عليه من الدلائل والأحاديث في هذا الباب لا تخلو من ضعف أو انقطاع وإن كان بعضها أخف ضعفا وأولى بالاتباع لسيما وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة ولا شك أن ليلة النصف تدخل في هذا العموم فيتأكد قيمها والاكتهاد بالعبادة فيها عسى أن تشمل المتعبد فيها عناية من الله تمح أوزاره وزنوبه وتفرق كروبه وتستر عيوبه نحن سائر المسلمين يا رب ففي معجم التبران وغير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسل الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم وسيأتي حديث محمد بن مسلم بمعناه في هذه الرسالة إن شاء الله يقول سألني كثير من الناس في عدة مناسبات عما ورد في ليلة النصف من شعبان من الصلاة والدعاء وغيرهما فكنت أجيبهم بما يحضرني في ذلك إما مشافهة باللسان أو كتابة في المجلة الإسلامية ولم أدون ما أجبت به في كتاب خاص لأني كنت أراه لضآلته لا يستحق التدوين حتى كانت هذه السنة وعاد سؤال السنة الناس كعادتهم رأيت أن أحر الرسالة صغيرة الحجم غزيرة العلم كثيرة الفوائد والدرر قليلة الفضول والهذر واستعنت الله على إنشائها وإتمامها فوفق سبحانه وأعان ويسر إنشاءها وإتمامها في ظرف يسير من الزمان فله الحمد وله الشكر وهو المستعان وعلي التكلان وسميتها حسن البيان في ليلة النصف من شعبان وفي هذا الموضوع مؤلفات كثيرة لجماعة من العلماء منها كتاب الإضاح والبيان لما جاء في ليلة النصف من شعبان لابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي ومن قبله ألف الحافظ أبو الخطاب بن دحيا الأندلسي كتاب ما جاء في شهر شعبان وللعلام الأجهوري شيخ المالكية في عصره كتاب في ليلة النصف أيضا وليس من غرضنا استقصاء ما كتب في هذا الباب فإن ذلك يطول ولكن غرضنا الإشارة والتنبيه والله الموفق لا رب غيره ولا خير إلا خيره عبد الله الصديق الغماري رحمه الله بدء الاحتفال بليلة النصف من شعبان كان بدء الاحتفال بيدي الليلة أن التابعين من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم كانوا يعظمونها ويكتهدون في العبادة فيها ويقال بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية يعني عن علماء اليهود يعني وعنهم أخذ الناس تعظيمها واشتهر أمرها في البلاد الإسلامية وحصل الخلاف بين العلماء فيها فأما طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم فوافقوا أهل الشام على تعظيم هذه الليلة العباد بأي فرصة تسنح أن يزود عبادته لايه حريص عليه دي طريقة العباد كده مش بيهرب يعني لأنهم أهل عبادة فتملي تلاقي العباد والأولياء حريصين على إيه أنهم أي حاجة تطلع ولو خبر ولو ضعيف أن الليلة دي الليلة مباركة يقوم يصلي فهمت؟ لأنه مفيش ناهي أنك أنت هل ورد ناهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقيم ليلة النصف من شعبان؟ عارف لو ورد معلش يبقى ليهم حاجة لكن النبي كان طول العام يقيم كل ليلة فهمت؟ ومعروف أن قيام الليلة عبادة من العبادات العظيمة ومعروف أن شهر شعبان منسوب للنبي يقول لك رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي ضعفه الألبان العلماء خدوه بالرغم أنه ضعفه الألبان لأنه صحيح لأنه رجب شهر محرم والشعبان كان النبي يكسر من الصيام فيه فبقى شهر النبي ورمضان شهر الأمة والنفحات كلها فهو معناه صحيح حتى لو كان إسنده ضعيف ما يجراش حاجة ناخد بيه وأما أكثر علماء الحجاز فأنكروا ذلك وقالوا بل هو بدعة بدعة يعني إيه يعني مش حرام يعني بدعة يعني ما فعلوش السلف الصالح يعني كأنها سنة استحدثت وإحنا عارفين النبي بقول من سنة سنة حسنة فلو أجروا أجروا منعمل من سنة سنة سيئة فلو وزروها وزروها منعمل يعني مائدة الرحمن اللي بنعملها في رمضان دي لو سألت عليها الإمام مالك هيقول لك بدعة يعني الصحابة ما كانش عندهم حاجة اسمها مائدة رحمن مش بيعملوها لكن كانوا بيطعموا الطعام بس مش بالطريقة دي فبدعة معناها شيء مستحدث جديد والنبي فتح لنا إننا نكتهد في استحداث أمور فيها الطاعة بحديث من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر منعملها به ومن سنة سنة سيئة فله وزروها فعلي وزروها ووزر منعملها به فهمت فكلمة بقى إيه إن أهل الحجاز قالوا بدعة طب ما سئل الإمام مالك عن صلاة الضحة قالها بدعة صلاة الضحة ما بيفهموش هو ما يقصدش بدعة دلالة لا يقصد إن كان أهل المدينة في عصر الإمام مالك ييجي صلاة الضحة يقفلوا محلاتهم وكله يروح على مسجد النبي يصلي الضحة كأنها صلاة جمعة فهمت والمدينة كلها توقف حالها لحد ما إيه لمدة ساعة كده وقت الضحة فما سئل على الصورة دي قال لهم بدعة صلاة الضحة كل واحد يصلي في مكانه والأمور تبدأ حياة ماشية لأنها من صلاة جمعة يعني فهمت بقى يقصد الصورة دي إن كانت تحرس على صلاة الضحة في المسجد اللي بتصلي فيه جمعة آه الصورة دي بدعة فعشان كده مش مكللة إن كانت تدخلوا شوف الإمام مالك سألوا عن صلاة الضحة بدعة تبقى صلاة الضحة لا لازم تفهم قصده إيه فإنا برضو ما بيقول لك إيه علماء الحجاز قالوا بدعة يعني الصحابة ما كانوش إيه بيكتمعوا في المساجد فيها لأن الصحابة كانوا يوميا بيصلوا قيام الليل في بيوتهم فبالنسبة لهم كل يوم كل ليلة كان ليهم إيه كان ليهم عبادة كبيرة مع الله مش زي الإيه الأجيال اللي جات بعدهم وكسل وبقت كسولة وما بقتش تقيم كل يوم فإيه فاستحدث الناس بسبب كسل الناس ليالي معينة يشجعوا بعضهم على إنهم يقيموها فهمت بقى؟ لكن قايم الصحابة كانوا يقيم كل يوم كان عادي عندهم ده كان اللي بيفوتوا قيام الليل مرة يروحوا إيه يعني يعزوا قلوا البقاء لله فات جزء من عمرك موته يا مسكين كأنه موت الجزء ده ماتت الليلة دي ما يعرفش يعوضها تاني فهم قلوا إن الله وإن الله يراجعون قلبي معاك أنت معلش مصيبة وجات لك كل ده ليه؟ عشان النامي ليه اللي فاتت فإحنا في مصايب كل يوم فهمت؟ فكان جيه للصحابة كان لاجتهادهم مش محتاجين إنه هما ينوهوا ويجمعوا الناس يعني لأنه كل مجتهد لأنه اللي شاف النبي وعاش معاه ياخد دفعة اجتهاد تكفيه طول عمره فهمت بقى؟ فالصحابة أخدوا الدفعة دي الأجيال اللي جات ما شافتش النبي محتاجة بقى تشجيع فهمت؟ منهم عطاء وابن أبي ملايكة وفقاء أهل المدينة فيما نقله عنهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا قول أصحاب مالك وغيرهم وروا بن وضاح عن زيد بن أسلم قال ما أدركت أحدا من مشيختنا ولا فقائنا يعني بالمدينة يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على سواها يعني هي ليلة زي كل الليالي تقيمها وتدعي وربنا في كل ليلة يقول هل من مستغفر فأغفر له وقال من تائب فأتوب الله فكانوا يقيموا طول الليالي كل يوم وقيل لابن أبي ملايكة أن زيادا النميري يقول أن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القد فقال لو سمعتوه وبيدي عصى لا ضربته وكان زياد قاصا يعني قصاص يعني صفة إحياء هذه الليلة اختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها فمنهم من قال يستحب إحياءها في المساجد جماعة وهذا رأي خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهم طب ليه جماعة قالك عشان نشجع الناس بدلا ما تروح كده في السر وتقعد في بيتك لوحدك وتسيب الناس كلها نايمة طب ما تشجع الناس وقوم بقى بيهم كلهم عشان يعم ذكر الله والناس كلها تشعر بحلوة ذكر الله فهمت بقى عشان كده استحبوا إحياءها في المساجد من أجل ذلك وده رأي سيدنا خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهم ودول من كبار أولياء عصرهم فإنهم كانوا يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون طبعا في مصر لو الراجل الكحل يقولوله راجل بكحلة ويشتموه لكن هو كحل العين سنة نبوية حتى للرجال والنساء لكن عند المصريين للنساء دون الرجال فلو أنت عايش في مصر يوعى تتكحل وإلا حيزفوك ووافقهم إسحاق بن رهوي على ذلك فقال في قيامها في المسجد جماعة ليس ذلك ببدع لأن البدع هي الغفلة هي دي البدع الحقيقية القبيحة أنك تغفل عن ذكر الله وعن عبادة الله وعن قيام الليل هي دي البدع الحقيقي فهمت؟ دا قاله عنه حرب الكرماني في مسائلي ومنهم من قال يكره الاجتماع فيها للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام وذهب إلى ترجيح الأول مولانا الإمام الوالد رضي الله عنه اللي هو أبو السيد عبد الله اللي هو الشيخ محمد الصديق الغماري ليه بقى؟ لأن كل عالم ابن عصره فلا شك أن في هذا العصر في العصر بتاعنا عصر الغفلة وعصر قلة الهمة في العبادة يكون أولى أننا نقيمها في المساجد علشان نشجع الناس لكن ما يبقى العصر أغلبوا عبادة وكلهم صالحين وكلهم بيقيموا الليل يبقى مش مهم بتاعبينها في المسجد لأن أنت مطمئنة عن الناس فهمت بقى؟ فكل زمان له حاله كان يأمر الإخوان بإحياء دي الليلة في الزوية الصديقية بالذكر والقرآن والدعاء ثم يتفرقون عن ذواق يعني يكلوا مع بعض وقد نقل البيهقي في السنن الكبرى عن الإمام الشفي أنه قال بلغنا أنه كان يقال أن الدعاء يستجاب في خمس ليالي في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وورد عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله بالبصرة عليك بأربع ليال من السنة فإن الله يفرغ فيهن الرحمة إفراغا أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة الأضحى ورد في فضل هذه الليلة وقيامها واستجابة الدعاء فيها أحاديث لا تخلو من مقال حتى قال أبو بكر بن العرب المعافري ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه انتهى وإن كان في هذا غلو وإفراط ونحن نلخص هنا ما ورد من الأحاديث والآثار مع الإشارة إلى ما فيها من ضعف وإعلال سالكين طريق الإنصاف كما هو شأننا في كل ما نكتب وبالله التوفيق أخرج ابن ماجة في سننه عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر وأكذا رواه عبد الرازق وغيره وفي سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة متروك وقال أحمد كان يضع الحديث ويكذب أخرجت ترمزيو بن مجعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب وكلب دي قبيلة كان عندها غنم كتير جدا يعني مبالغة في العدد قالت ترمزيو حديث عائشة لن أعرفه إلا من هذا الوجه وسميته محمدا يعني البخاري يضعف هذا الحديث انتهى وذلك لأن فيه انقطاعا في موضعي الحديث الثالث أخرج ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن يبقى إيه لو كان بينك وبين حد مشاحنة صالحه علشان إيه تيجي ليلة النصف دي ربك يغفر لك لو في عق والديه يبر والديه قاطع رحم كل الحاجات دي ناخد بالنا منها لأنها معوقات عن هذه الليلة الحديث الرابع أخرج أحمر بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن أو قاتل نفس ويسنده لي كما قال الحافظ المنذري الحديث الخامس أخرج التبراني وابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن وأخرج التبراني والبيهقي من طريق مكحول عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه قال البيهقي وهو بين مكحول وأبي ثعلب مرسل جيد قلت فيكون فيه انقطاع لأن مكحول لم يسمع من أبي ثعلب حديث كتير جاي من طرق متعددة مختلفة وعلى شكه قاله إذا ضعف الحديث وجاء من طرق مختلفة قوية بكسرة الطرق تقوي كسرة الطرق لكن لو جاء من نفس الطريق في كتب مختلفة لكن نفس الطريق يظل ضعيف الحديث السابع أخرج البزار والبيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان والنزول هنا ليس نزول حركة ولكن تنزل وسرعة إجابة وسرعة إيه وسرعة إفادة الرحمات يبقى معناه هنا إيه أدي معنى النزول ليه طب ليه منعناه أن يكون حركة لأن في قرينة عقلية تحيل أن الله يتغير ويتحرك لأن التحرك تغير والله دائم باقي لا يتحرك فالقرينة العقلية دي يستحيل على الله التغير فأنت إزاي فلابد أننا أفهم أن النزول هنا معناه تنزل وليس وسرعة إجابة وليس معناه حركة وانتقال واضح عشان كده الوهابية مش فاهمين فمش أحكم حكم العقل العقل يحيل هذا لكنه يقول لأ نزول حقيق دون أن يخلو العرش منه والله بيقوله كده كلام يعني زي بالزبط اللي بيقوله النصارى إن ربنا حلف عيسى بن مارس دون أن يخلو العرش منه ما بيقوله كده بردو فربنا ينجينا رجل بزارو البيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء إلا لرجل مشرك أو رجل في قلبيه شحناء وإسناده لبأس منه الحديث الثامن أخرج البيهقي بإسناد ضعيف عن أثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطيه إلا زانية بفرجها أو مشركا هكذا جاء في رواية البيهقي وجاء في رواية غيره مطلقا غير مقيد بليلة النصف ففي المسند عن الحسن البصري قال مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة فقال ما يجلسك هاهنا قال استعملني على هذا المكان يعني زيادا فقال لا عثمان ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان لداود نبي الله عليه السلام ساعة يوقظ فيها أهله يقول يا آل داود قوموا فصلوا فإنها دي ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عاشر عاشر يعني اللي بيلم إيه الجزية من الناس إيه ضرائب حكومية ظلمة يسموه إيه عشار وأنا اكتفي بهذا إن شاء الله ونفتر عشان نصلي المغرب